بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائنا الطلبة في يونة 103 لهذا الفيديو اليوم في هذا الفيديو رح نشرح لكم عن الاناف والتو والفرق بيناتهم أول ملاحظة بالنسبة لالاناف يقولها goes after adjectives إذن الاناف تجيني وية الصفات والظروف وتجيني وراهم ملاحظة كلش مهمة الاناف تجوية الصفة والظروف I am not fit enough waited long enough هذه الكلمات الآن اللي تشوفها هي تعتبر صفات عفونا اللي قبلها صفات ليش لأن اجت الاناف ورا إذن الاناف أول ملاحظة بخصوص الاناف تجيني ورا الصفة وورا الظرف ورا الصفة وورا الظرف I am not fit enough I waited long صفة long enough طيب ثاني ملاحظة الاناف تجيني وين قبل الاسم enough money طبعا هاي الكلمة الوحيدة الكلمة الوحيدة اللي تجيني قبل الاسم يعني ما أكو كلمة غيرها يعني ما أكو منها ذنة هنا ظن يسمونه كونتفايرس رح ناخذ هنا محددات كوليفايرس وهاي السؤال في يعني بعدين إن شاء الله بمرحلة ثانية رح تدرسونه هذني موقع من ذنة من جماعة الـ very والـ two والمني والماتش هاي الوحيدة اللي تجيني قبل الاسم كل الباقية تجيني قبل الصفة بس هاي الوحيدة الـ enough اللي تجيني قبل الاسم enough money enough money إذن خلينا نعيد الملاحظة الـ enough تجيك ورا الصفة والظرف إذا عندك صفة عندك ظرف حط الـ enough وراها طيب أما إذا اسم فحط الـ enough قبله enough money enough money طيب يقول لك we also use enough alone طيب ممكن نستخدم الـ enough إذن ثلاث مواقع للـ enough لازم نحفظهم الأولى ورا الصفة والظرف ثانيا قبل الاسم ثالثا وحدها طيب بالنسبة لـ to بالنسبة لـ to خلينا نكتب ملاحظة عليها فتستخدم ملاحظة تستخدم to قبل كلمة قبل الصفة دائما تستخدم to قبل الصفة دائما too hard إذن to دائما تجيني قبل الصفة هاي ملاحظة أعتقد هاي صارت واضح تجيني to قبل الصفة هاي أول استخدام للـ to شوف too hard too hard طيب فأنا ملاحظة باستخدامات to تستخدم to قبل much تستخدم to قبل المتش والمني too much too many too much too many too much too many هذا مواقع to كلش مهمة الحمد لله هاي المواضيع لا بها مقارنة ولا بها أي شي يعني مواضيع بسيطة هاي too شوف too heavy too big شوف ناسة رونغ انف شوف الانف ون حطناها حطنا الانف قبل بعد الصفة بينما to حطناها قبل الصفة to الانف بعد الصفة to قبل الصفة هذا كل ما يوجد بالنسبة ليونت بالنسبة ليونت 103 موضوع بسيط وفصل سهل وما يحتاج لا تتعب نفسك ولا تنتظر ولا شي تقعد تقرأ المادة وتقرأ الأمثلة وتحفظ هاي الأمثلة وبس لا أكثر ولا أقل وأي سؤال أو استفسار فأنا حاضر إن شاء الله شوفوا المادة وقروها وتابعوا زين ولا تنسوا تكتبون ملاحظات 3 ملاحظات عن الانف وملاحظتين عن التو غيرهم بعد ماكو لا تقرأ ولا تتعب نفسك ولا دوخ نفسك اقرأ ذني وحفظ أمثلة ملاحظة جدا مهمة لازم تحفظ أمثلة زين وأنا حاضر لأي سؤال أو استفسار